نعم نواصل موضوعاً اللي كان فتحناه عن القرى نواصل غرية الحويين بدندر إنسان ومكان ومن ثم نعود نتواصل عبر صباح الشروق همهمات وصيحات عرض وصقرية إنسان وزمان ومكان الإنسان هو إنسان بادية الدندر والزمان لحظة فرح غامر والمكان موقع من خارطة السودان حمل اسم قرية الحلاويين والدلجت السعادة والفرح هنا كائن دائم التجوال بينهم لا يرتبط بزمان أو مناسبة بعينها إلا أنه يكبر ويزداد إيقاعه في مواسم الحصاد والأعياد حيث الزيجات والمناسبات الإجتماعية التي تبرز كل تراث مخفي عن الأنظار حينها ينفض عنه غبار الركون ويصير ليل ونهار هذه القرية موشحا باحتشاد تمتزج فيه بعض طفولة كائنة تنبئ برجولة وثقة آتية تناثرت الإيقاعات المتباينة في معانيها ومضامينها كما تناثر هؤلاء في تحديق للزمن الآتي كل تحدثه مخيلته بأنه الفارس القادم الذي لا يفرط في هذا الإرث والتراث ولن تثنيه مظاهر المدنية عن الإعجاب به هو السير على طريق الكبار في ترجمة لمقولة الما عند قديم ما عند جديد أدوات للغناء قديمة في شكلها ومطمونها لدى البعض إلا أنها هنا بمثابة الترياق من كل جديد آت يحاول أخذ ومحو هذه الصورة التي وصفت عندهم بأنها تمثل لهم حياة وعالما خاصا يذكرهم دائما بأيام خلت لن تعود ولكنهم يستنطقون صمتها للأجيال القادمة في متوالية عشقية لن تقف الإعاقة في سبيل إيصالها للآخرين والتعبير عن حب وعشق ووله بتراث تفخر به كل القبيلة عيون تتحدى الملل من وقفة ربما تطول وربما تنتهي بانتهاء هذا الفرح قرن النفخ عليه يلهب الحماس زارودة تجعل عادة البطان متواجدة في هذه الساحة وهي عادة للتعبير عن الفروسية وقوة تحمل المسؤولية في الحياة العامة أو الخاصة هذا الشيخ الستيني لم يحتمل أن يكون خارج هذا الرونق عادت إليه روح الشباب وأيام زمان حسب تعبيره عناق من نوع خاص لهاتين الناقتين في تعبير ربما يحمل دلالة أن زمانا طويلا قد فرق بينهما وهاهو ذات الزمان يكتب لقاء في منطقة للإبل فيها مسرا وممرح ومكانة خاصة شامية حميمة تمثل الإبل فيها الرفيق المؤتمن والخل الوفي والآية التي تقطع دونها البيداء في صبر وأنات وعزيمة لا تلين في معنى للأمن والأمان المحتشدون بهذه الساحة والقادمون من المدينة إليها في محاولة لعدم توسيع الهوة ما بين القديم والجديد وسعيا للموازنة بين الأصيل والمعاصر وهذه الصغيرة التي يخالها الناظر إليها بأنها تلوك صبرا لاستعجال بتقدم سني عمرها لتلحق بركب ذويها استيعابا لما يجري أمامها توعدنا على أن نعود مرة أخرى إن كان في العمر بقية وفي الزمان متسع طالما الإخدرار والنظار هما مفردات الجذب الإنساني المتطلع دوما للإحساس بالإحساس واستنشاق الجمال ألقا وضياء عامر عمر عبدالله الشروق محلية الدندر قرية اللحوين ودى الجد اشتركوا في القناة